ينتهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مبدأ رعاية مصالح المواطنين والقاطنين بإمارة الشارقة ودعمهم بمشروعات خدمية توفر لهم كافة متطلباتهم وتستوعب الطفلة السكانية بالإمارة ويحرص سموه على الإطلاع عن كثب على سير الأعمال في المشاريع الحيوية والخدمية ومشاريع البنية التحتية في إمارة الشارقة وها هو سموه يتفقد صباح اليوم الأربعاء سوق الجبال الجديد ويطلع سموه على ما تم إنجازه من المشروع في هذه المرحلة قبيل افتتاح السوق أمام الجمهور واستهل سموه جولته بالإطلاع على المساحة التي خصصت لبيع الأسماك عن طريق المزاد وتتخذ شكلا دائريا يساهم بشكل كبير في سهولة تداول عملية المزاد ويتيح راحة أكبر لزوار وزبائن السوق انتقل بعدها صاحب السمو حاكم الشارقة لتفقد التجهيزات الحديثة لمصطبات ومحلات بيع السمك والبالغ عددها 91 محلا وتفقد سموه ما حوته من برادات مسطحة لعرض الأسماك وأخرى عمودية لتخزينها والميزان الإلكتروني المربوط بنظام للمحاسبة المركزية ومن خلال إدخال نوعية السمك الموضوع على الميزان يتم التعرف على الكمية والسعر مباشرة لدى جهاز الدفع وتضمن قسم الأسماك أيضا ركنا مجهزا بأحدث المعدات لتنظيف السمك وتقطيعه بالإضافة إلى غرفة للتخلص من النفايات تعمل بشكل آلي تقوم بنقل مخلفات السمك للأماكن المخصصة لها خارج مبنى السوق كما تفقد سموه المنطقة الخارجية للسوق والتي تتم فيها عمليات إنزال الأسماك من قوارب الصيد ونقلها إلى محلات بيع السمك داخل السوق وعرج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي خلال زيارته لسوق الجبيل على قسم بيع اللحوم والذي يحوي 76 محلا لبيع الدواجن واللحوم وقسم بيع الخضار والفواكه الذي اجتمل على 212 محلا ثم انتقل بعدها سموه للطابق العلوي من مبنى السوق متفقدا مكاتب إدارة سوق الجبيل ومكاتب جمعية الشارقة للصيادين بعد ذلك توجه موكب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى منطقة الرقعة الحمراء بالشارقة حيث تفقد سموه سوق الحراج الجديد للسيارات وجال موكب صاحب السمو حاكم الشارقة بين طرقات وساحات ومعارض السوق الذي يعنى ببيع وشراء السيارات المستعملة ويضم 415 معرضا و70 محلا متعدد الأغراض منها محال لبيع ذينة السيارات وقطع الغيار والكماليات فضلا عن مواقع خاصة لعض السيارات والمزايدة عليها واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على الخدمات التي تقدم لأصحاب السيارات المستعملة في السوق والمرافق الخدمية من المحلات التجارية وغيرها ويتميز السوق الجديد بموقع استراتيجي مميز يطل على شارع الشيخ محمد بن زايد من جهة وعلى شارع الذيد من جهة أخرى بالإضافة إلى ثلاثة مداخل رئيسية وثم نصاحب السمو حاكم الشارقة جهود دائرة الأشغال العامة في تنفيذ مشروع سوق الحراج الجديد للسيارات وإدارة تشاركة الشارقة للأصول للسوق وتوفير الفرصة الاستثمارية لأصحاب محال بيع السيارات المستعملة والمحلات التجارية الأخرى